مرسوم سلطاني رقم 28 على 2018 بإجراء بعض التعديلات على قانون عالم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون عالم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 على 2004 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يستبدل بنص المادة الثانية عشر من قانون عالم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشاري إليه النص الآتي يحضر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية كما يحضر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقر السابق على الشعار سواء وضع منفرداً أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور أو أدخل في مكونات أي من ذلك كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءاً من مكوناتها المادة الثانية يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الثالث من ربيع الأول سنة 1440 هجرية الموافق 11 من نوفمبر سنة 2018 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 29 على 2018 بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 على 80 وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 على 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 على 84 وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 على 2004 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وعلى المرسوم السلطاني رقم 12 على 2006 في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 على 2014 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوات المادة الأولى يعمل في شأن حضر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بأحكام القانون المرفق المادة الثانية يصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الثالث من ربيع الأول سنة 1440 للهجرة الموافق 11 من نوفمبر سنة 2018 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم 30 على 2018 بإصدار نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5 على 80 وعلى نظام تمليك الشوقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 على 89 وعلى نظام السجيل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 على 98 وعلى القانون المصرفي أصطادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 على 2000 وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة أصطادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 على 2006 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوئات المادة الأولى يعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العرقاري المرفق المادة الثانية يصدر وزير الإسكان بعد التنسيق مع وزارة السياحة والبنك المركزي العماني اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره استدر في الثالث من ربيع الأول سنة 1440 الهجرة الموافق 11 من نوفمبر 2018 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوم سلطاني رقم واحد وثلاثين على الفين وثمانية عشر بتعين أمين عام للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بمهوات المادة الأولى يرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني لرتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الثالث من ربيع الأول سنة 1440 للهجرة الموافق 11 من نوفمبر سنة 2018 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان